عاجل قطع مياه الشرب في الجيزة لمدة 8 ساعات متواصلة بيان هامد شركة مياه الشرب وصرف الصحي بالجيزة موضوع أعمال إصلاحات هامة على شبكات الصرف الصحي وقطع المياه عن بعض مناطق في الجيزة بنعرف حضراتكم بأن شركة مياه الشرب وصرف الصحي بالجيزة هتقوم بأعمال إصلاحات هامة على شبكات الصرف الصحي في بعض مناطق الحوامدية وذلك حرصا على تقديم خدمات أفضل للمواطني بالنسبة للمناطق المتأثرة قرية أم خنان وغرب السكة الحديد بالنسبة لمواعيد العمل هتبدأ أعمال الإصلاحات يوم الجمعة الموافق 10 مايو 2024 وهتستمر لمدة 8 ساعات بدءا من الساعة 10 مساء وحتى الساعة السادسة صباحا من يوم السبت الموافق 11 مايو 2024 هذه الأعمال الإصلاحية بسبب هبوط في خط الصرف الصحي قطر 700 ملي متر بشارع الساحة بالحوامدية مما يتطلب تحويل خط مياه الشرب قطر 250 ملي متر المتعارض مع موقع الإصلاح طبعا شركة الشرب الصرف الصحي بتدرك أن الأعمال دي بتتسبب في انقطاع مؤقت لمياه الشرب في المناطق المتأثرة وبيقدموا اعتذار عن أي إزعاج قد ينتج عن ذلك حرصا منا على احتياجاتكم ودي من عندنا في فترة انقطاع المياه في عربيات وسيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة وللتواصل مع شركة المياه والشرب والصرف الصحي في حال الرغبة في طلب عربة مياه أو الاستفسار بيتم الاتصال على الخط الساخن 125 أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر